واضحت المصادر ان المصابين ظهرت عليهم اعراض غريبة منها ضيق في التنفس وصعوبة في الرؤية وهذيان ما يؤكد استخدام مواد سامة في الصواريخ التي سقطت في المدينة ومصدرها مطار المزة العسكري قالت الشبكة السورية لحقوق الانسانين قوات نظام الاسد كثفت في عمليات التجنيد القصري لشبان وحتى كهول لمواجهة نزيف البشري لقواتها والابتزاز اهالي المجندين ماديا مقابل اعفائهم من الخدمة العسكرية بغية دعم صفوف جيشه المتأكل ربما نظام الاسد الجاء هذه المرة الى التجنيد القصري لشبان وحتى كهول فمنذ ايام وزع النظام قوائم ضمت اسماء عشرات الالاف من الشبان بهدف تجنيدهم للقتال مع الجيش او الميليشيات التابعة له شملت تلك القوائم موظفين وطلبة جامعيين تروحت اعمارهم بين خمسة وعشرين وخمسة وثلاثين عاما ووصلت الى منتصف الاربعينات ايضا رغم ان جل هؤلاء حصلون على اعفاء او تأجيل للخدمة العسكرية امر ليس بجديد على نظام الاسد اذ يعمد في اغلب الحالات الى احتقال الشبان وارغامهم على الانضمام لصفوف جيشه فكانت الشبكة السورية لحقوق الانسان قد وثقت الفان ومائتين وسبع عشرة حالة احتقال لشبان بهدف التجنيد في الفترة ما بين مطلع نوفمبر الفين واربعة عشر وحتى منتصف ديسمبر الجاري حالة الاحتقال هذه تمت اما بمتهمات ليلية للمنازل في المناطق السكنية او من خلال حواجز عسكرية انشأتها القوات الحكومية بشكل مؤقت لهذا الغرض تحديدا في المراكز الحيوية كالاسواق والجامعات او تم احتقالهم داخل حافلات النقل العام حالة من التخبط والفوضى كما تبدو تفسرها الشبكة السورية لفعوق الانسان بانها لا تعد ان تكون محاولة لتعويض النزيف البشري الحاصل في قوات النظام من جهة ومن الجهة الاخرى استغلال تجنيد الشبان كوسيلة لابتزاز اهاليهم ماديا من قبل ضباط النظام صار بن عشبة العربية الى اللقاء قال سيد برزاني بان قوات البشمرقة ترسم حدود الاقليم بالدم الآن سنجار أرض محروقة تسعين بالمئة من الشعب اليزيدي نازل